بسم الله الرحمن الرحيم والإعراب إلى جزم الفعل المضارع الأدوات التي تجزم فعلا واحدا الأدوات التي تجزم فعلي واليوم دعوني أستكمل جزم المضارع في جواب سأتوقف وأنت عليك أن تكمل العنوان هيا بنا لنرى الجملة الأولى التي أطرحها الآن أمامكم افعل الخير تنج من المهالك افعل الخير ما الذي يحدث تنج الجملة بدأت بماذا افعل وما نوع افعل فعل ومن أي أنواع الأفعال من عيش الزمن فعل الأمر ما الذي سيحدث ما الذي سيترتب ما النتيجة ما الجواب افعل الخير تنج من المهالك إذن تنج هذا جواب للأمر والأمر هذا يندرج تحت عنوان اسمه الطلب ومن ثم عنوانه الدرسي جزم المضارح في جواب الطلب لكن الأمر والناهي فقط جزم نعم افعل الخير تنج تنج مضارح نعم صحيح الآخر أم معتل الآخر معتل الآخر وبالتالي تنج وفعل مضارح مجزوم مع علامة الجزم بالضبط حصف عرف العلة لماذا لأنه فعل معتل الآخر قد يأتي المنتحم ويأتي بفعل كهذا في القطع أقولك استخرج فعلا معربا بعلامة إعراف فرعي وبين سب أقول له تنج لأن العلامة الأصلية للجزم السكون يبقى تنج هنا فعلا مضارح مجزوم وعلامة الجزم حصف عرف العلة مجزوم فين؟ ايه سبب الجزم؟ جواب الطلب الأمر اللي هو مين؟ افعل قال لي طيب يا أستاذ لو أنت قلت لي وأنا بخطبك الآن قولوا الحق تفوزوا إذن متى تفوزوا؟ إنما تقولوا الحق إذن ما جوابوا قول الحق؟ الفوز إذن الفعل الأمر؟ قولوا فعل الأمر؟ نعم تصلت به ماذا؟ وهو الجماعة؟ مبني؟ نعم ومعلامة بنائي حصف النون أنا قلت لك قبل من كده أن الفعل المضارع يبنى على ما يجزم به مضارعه فقولوا فعل أمر لو المجزم بتاعه لم يقولوا مجزم بحسف النون وبالتالي يبقى الأمر منه مبني على حسف النون قولوا الحق تفوزوا تفوزوا؟ نعم فعله مضارع؟ تمام اتصل به ضمير؟ والله آي طب وإيه ضمير ده؟ واو الجماعة؟ طب الفعل المضارع لما تتصل به واو الجماعة أو ألف لسنين أو يا ألف مخطبة يبقى اسمه إيه؟ قال لي فعل من الأفعال الخامسة طب والأفعال الخامسة بما ترفع بسبوت النون وبما تنصب وتجزم بحسف النون وبالتالي بقى تفوزوا فعل المضارع مجزوم وعلامة الجزم حسف النون مجزوم في جواب الطلب إذن يجزم المضارع في جواب الطلب شفت الأول جواب الأمر قال لي طيب أنا أحب شوية كأنني أنا شغل دماغك هل أنت عايز شغل دماغك معي ما يصل به يا المخطبة يبقى فعل من الأفعال الخامسة طب وهو مجزوم يبقى علامة الجزم حسف النون يبقى تنالي فعله مضارع مجزوم وعلامة الجزم حسف النون فعله مضارع مجزوم في جواب الطلب عايزك تشغل دماغك عايزك تفهم طب يجزم المضارع في جواب الطلب الأمر أو النعيم طب ممكن الفعل الأمر شفناه ممكن يجي الفعل مضارع مسبوق بلام الأمر يقول لي لتطيعي لتطيعي ربك تنالي الثواء لتطيعي لم الأمر ويبقى تطيعي فعله مضارع مجزوم بلام الأمر يعني الطلب هنا الأمر ممكن يكون فعل الأمر ممكن يكون فعله مضارع مجزوم بجواب الأمر طب ممكن يجي اسم فعل أمر ها ممكن يجي اسم فعل أمر عليك بنفسك تنالي رضا الله أو تنال الثوان عليك يعني الزمي اسم فعل أمر يبقى أنا هنا نوحت دلوقتي الطلب المتمسي في الأمر يا إما فعل أمر يا إما مضارع مصبوق بلام الأمر يا إما اسم فعل أمر طب الغالب بيجي إيه؟ بيجي فعل أمر وممكن يجي فعل مضارع بلام الأمر أيوة ممكن وممكن يجي اسم فعل أمر شوف يا حبيبي مدام فيه احتمالية للسؤال ولو واحد من 10% لازم أقوله لك هو الفرق بين مدرس ومدرس إيه؟ إن المدرس لما يجي يشرح يتعرض لكل أفكار الأسئلة المحتملة على الدرس يعني أنا ممكن أشرح لك الدرس ده وما أقول لكش اسم الفعل الأمر ده يجي في المتعانب أنا كأن أنا ما عملتش حال طبعا أنا بتواصل الآن مع أبنائنا الطلاب ومع زمايدي الأعزاء الأفاضل اللي لهم كل تقدير وكل احترام إحنا بنتبادل خبرات ومن قرأ حجة على من لم يقرأ أنا بعرف منك معلوم إنت بتعرف مني معلومة إحنا كلنا بنفيض بعض إحنا بنتكاون مش بنتفاضل كمعلمين كل الاحترام والتقدير لكل معلم لكن خليني أنقل على الحاجة تانية من أنواع الطلب إنه لو قال لي لا تهمل دروسك ترتفع شأنا لا تهمل أيوة طلب سبق بماذا تهمل بلا الناحية يبقى ده طلب طب إيه الجواب ترتفع يبقى فعله من ضرع عماله ومجزوم طب إيه علامك جزمه السكون طب ليه السكون صحيح الأخر طب شأنا أنا بقى حبيت أحط لك حاجة كده ترتفع شأنا أيوة كتير منكو أو هيغلط فيها بس أنا مش عايز أقول لكم الغلط عشان لا يرسخ بالأزهار شأنا يا ابني حبيبي ترتفع ماذا هناك إبهام أنا أريد أن أزيل ذلك الإبهام شأنا تمييز منصوب وعلامة النظم التلح إذن الفعل هنا مضارع مجزوم في جواب الطلب النهي قال لي طب يا أستاذ تور الأمر شوي أقول لك حاضر عناي لك مين أنا بقول لكم كلك دلوقت لا تقصروا تسعادوا إذن متى ستتحقق السعادة عندما لا يكون هناك تقصير إذن الطلب إيه لا تقصروا لأنه هي تقصروا مضارع مجزوم علامة الجازمة أخي الله أصبع أو أستاذ بقت سهلة حس في النون لأنه من الأفعال الخامسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل طب إيه جواب تسعادوا فعله مضارع مجزوم وعلامة الجازمة يا أستاذ حس في النون ليه لأنه من الأفعال الخامسة طب أنا عايزك بقى تاخد بالك من الجملة اللي جاية وتعمل لي عملية المقارنة ونشوف هنوصل لإهلا وإنت إحنا بنتناقش مع بعض لو قلتلك لا تقصروا تندمون تقول لي تندمون يا أستاذ مش أنت بتقول إن الفعل المضارع يكون مجزوما في جواب الطلب أقول لك أيوة والطلب النهي عندي هنا لتقصروا أقول لك تمام ومن شوية قلتلي لا تقصروا وتسعادوا أقول لك والله موافع أنا فاكر إن أنا قلتلك كده وقلتلي إن تسعادوا فعلوا مضارع مجزون في جواب الطلب وعلامة الجز محاس في النون والله فاكر الكلام ده أمالي أستاذ إيه اللي تغير أقول لك أنا بقى اللي أسألك إيه اللي تغير إيه الفرق بين تسعادوا وإيه الفرق بين تندموا إنت بتحبي إيه وما تحبش إيه تحبي تسعد ولا تحبي تندم هتقول لك أحبي أسعد يعني جواب الطلب هنا حاجة حلوة وحاجة محمودة ولا حاجة غير محمودة حاجة غير مزمومة تقول لي حاجة محمودة وحاجة زي الفل كلنا عايزين نسعد وإن شاء الله تسعدوا يعني أنت عايز تقول لي يا أستاذ الخلاصة إن الفعل المضارع المجزون في جواب الطلب بالنحي لابد أن يكون الجواب أمرا محمودا أيوة هي دي ده اللي أنا عايز أقوله وعشان كده تسعده مضارع مجزون طيب لما يكون الجواب يا أستاذ عندما يكون الجواب أمرا غير محمودا لا يجزم بالضبط لا يجزم وما ليه أمال يا أستاذ يبقى مرفوع وبالتالي يبقى تندمون فعل المضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النور ليه يا أستاذ قال لي لأن جواب الطلب هنا أمر غير محمود هنا أنا عايزك بقى تفهم وعايزك تفكر لأن ممكن يجي في الامتحان يقول لي لا تقصروا وتندموا ويقول لي صوجوا بالخطأ قول لي يا أستاذ لا تقصروا وتندمون لأن جواب الطلب هنا يا أستاذ أمر غير محمود خلاصة القول يجزم المضارع في جواب الطلب الأمر أو النهر فقط جواب الطلب النهر لابد أن يكون أمرا محمودا وأنتم كما تعلمون أن الفعل المضارع الصحيح الآخر علامة جزم السكون المعتل الآخر حذف حرف العلة العفعال الخمسة علامة جزمها حذف المضارع يبقى بكده احنا انتهينا من جزم الفعل المضارع خلاص انتو بتقولهولي دلوقتي طب وفين النصب خلاص ننتقل إلى نصب الفعل المضارع ننتقل إلى نصب الفعل المضارع لكن بدون نصب هذه فكاهة درست فيه ما سبق أن هناك أدوات إذا سبق الفعل المضارع بأداة منها فإنه ينصب أتذكر هذه الأدوات نعم منكم من يريد أن يقول أستاذ أنا أحفظه عن ظهر قلب اذكر ستقول ماذا أن نعم لن تماما كي تماما حتى لم التعليل استخلي بالك إن حتى لابد أن تكون دالة عن التعليل أستذكر في دروسي حتى أنجح أما إذا كانت للغاية فهي لا تنصب الفعل المضارع تماما فيه أدوات تانية آه أنتوا عايزين تقولولي دلوقتي درسنا في الصف الثاني الثانوي أداتين جديدتين وهما أسيبكوا طب نقول فهي السببية ولا من الجفور إذا سبق الفعل المضارع بأدات من هذه الأدوات فإنه ينصب لكن تعال حبيبي نتناقش شوية هو الفعل المضارع إذا سبق بأدات نصب ينصب آه تماما طب وما علامة النصب تقول يا أستاذ إحنا عارفين هو لما أقول لك دلوقتي الجملة يجب أن تجتهي دا لتحقق النجاحة يجب أن تجتهي دا أن أيوة ولازم أنت تتفرق بين أن وإن أنت دي مكسورة الهامزة والنون ساكنة دي شرطية جازمة اللي أنت ذاكر تانجح مش أي هامزة ونون وما لدي يا أستاذ دي أن حامزة مفتوحة والنون ساكنة ولازم تفرق بينهم وبين إن وأن النون مشددة وهذان حرفان ناسخان كلا هما يدخل على الجملة الإسمية وممكن أحيانا يجب لي أن فعل ماض من يئن أن زيد كريم أن فعل زيد فاعل أن يئن أنينا يتوجع ويتألم أن زيد كريم ويبقى الكاف حرف جر وريم اسم المجرور بالكاف وعلامة الجر الكسر حتى كده بنغير الجو يعني أن زيد كريم يبقى أنا عرفت أن وإن وإن وأن يجب أن تجتهد أو تجتهد يبقى فعل مضارع مين تجتهد سبق بماذا يا أستاذ بأن وعندي من أدوات النصف يبقى ده فعل مضارع ماله أنا متفق معكم أنتو بتقوله دلوقتي يا أستاذ فعل مضارع منصوب بأن طب وعلامة النصف الفتح أتستطيع نطقها نعم يجب أن تجتهد يبقى الفتحة هنا ظاهرة نعم ظاهرة أستطيع نطقها نعم أستطيع نطقها وبالتالي يبقى الفعل المضارع هنا نوعه من حيث الصحة والاعتلال صحيح الآخر ولا معتل الآخر صحيح الآخر يبقى علامة نصف الفعل المضارع الصحيح الآخر الفتحة الظاهرة يجب أن تجتهد لتحقق لتحققه اللامدي لم ايبقى لو انا حبيت اضع سؤالا لماذا يجب ان تجتهد حضرتك ستجيب قائلا لتحقق النجاة وانا اخطبك يعني لأحقق النجاة اذا هذه اللام تسمى ماذا لم التعليل تعلل سبب حدوث الفعل وانت بتكتهد لي ليه بتكتهد لتحققه يبقى اللام هذه لم ماذا لم التعليل وتحقق فعل المضارع نعم منصوب ايه منصوب صحيح الاخر ام معتل الاخر صحيح الاخر اذا علامة نصبي ماذا الفتح الظاهرة ام المقدرة الظاهرة ومعنى الظاهرة انك تستطيع نطقها تكون ظاهرة على الحرف الاخير من الكلمة الجملة الثانية افعل الخير كي تعلو مكانة وترتقي منزلة افعل الخير كي تعلو الفعل يعنو مضارع سبق بماذا بكي صحيح الاخر ام معتل الاخر معتل الاخر بماذا بالواو اتستطيع نطق الفتحة نعم كي تعلو اذا تعلو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة لكن انا عايز اتناقش معاك دلوقتي كده والقبلة قدام حضرتها دلوقتي تقراها كويس وبعد ما تقراها كويس انا اشك افعل الخير كي تعلو مكانة وترتقي يان اللي هو بدي واب ايه اه يا استاذ هي واب حرف عطف طب الفعل يعطف على فعل والاسم على اسم والحرف على حرف والجملة على جملة اذا ترتقي هنا معطف على مين معطف على تعلم طب تعلم ماذا منصوب اذا ترتقي ماذا منصوب طب يا استاذ هو المعتل الاخر بالايه المعتل الاخر بالايه يرتقي اذا النطق الصحيح اقول افعل الخير كي تعلو مكانة وترتقي منزلة يعني يا أستاذ أنت عايز تقولي ترتقي فعل مضارع معطوه منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة أيوة طب استمت من كده إيه تستمت من كده أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء فإن علامة نصب الفتحة الظاهرة قول فصل طب متى تقدر بقى أقول لك شوف المثال اللي جاي ده اسمعه كويس احترم والديك ليرضى عنك الله أو لتحيا سعيدا يرضى نعم لتحيا نعم كلهما هيكون مزلوخ بإيه بلام التعليل ولام التعليل من أدوات إيه من أدوات نصب الفعل المضارع بس الفعل المضارع هنا هو معتل الآخر بإيه يرضى يحيا بالظبط أنا سامعك دلوقتي أنت بتقول معتل الآخر بالآلف طب تقدر بقى تظهر علامة الإعراب على الحرف الأخير هتقول لي لا أقولك علشان كده هو منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة وبالتالي نستطيع أن احنا نستطيع أن نستمد الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بالآلف فإن علامة نصبه الفتحة المقدرة شفت النحو سهل ازاي العملية بسيطة يبقى ما تيجي تقولي دلوقتي احترم والدي ليرضى عندك الله يبقى يرضى فعل مضارع منصوب بلام التعليم وعلامة النص بالفتحة المقدرة ليه الفتحة المقدرة يا أستاذ لأن الفعل المضارع هنا معتل الآخر بالألف قال لي انت من شوية كده قلت لي افعل الخير كالتعلو مكانة ها انتعرفين مكانة كان اعرابها ايه اعرابها تمييز منصوب وترتقي منزلة وبرضو منزلة تمييز منصوب ها تمييز اسم النكرة يزيل ابحاما موجودا قبل طب يا أستاذ انت عايز بقى تلخص لي اعراب الفعل في الجمل اللي انت قلتها دي اه الفعل المضارع الصحيح الآخر يعني ايه صحيح الآخر يعني لا ينتهي بحرف من حرف العلم علامة نصبه الفتحة الظاهرة الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو زي يدعو ويغزو ويسمو وما إلى ذلك علامة نصبه الفتحة الظاهرة فعل المضارع المعتل الآخر بالليا زي يقضي يهدي يهدي يرتقي علامة نصبه ايضا الفتحة الظاهرة اما الفعل المضارع المعتل الآخر بالالف زي يسعى يحيى يرضى علامة نصبه الفتحة المقدرة طب يا استاذ لو كان الفعل من الأفعال الخمسة أقول لك الأول أذكرك بالأفعال الخمسة أفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف لسنين أو أو الجماعة أو يعني المخاطبة سموها الأفعال الخمسة ليه لأن ألف لسنين في حالة الغائب والمخاطب باتنين هما يلعبان أنتم تلعبان أو الجماعة في الغائب والمخاطب أيضا باتنين هم يلعبون أنتم تلعبون يعني المخاطبة واحدة أنت تلعبين بأين خمس حالات اعرابها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحسف النون والضمير المتصل بالفعل يعرب ضميرا مبنيا في محل رفع فاعل اذا كان الفعل مبنيا للمعلوم لكن اذا كان الفعل مبنيا للمجهول يبقى الضمير المتصل يبقى في محل رفع نائب فاعل طب لو الفعل من الافعال الناقصة كانوا اخواتها وكذا اخواتها يبقى الضمير في محل رفع اسم كان او اسمي كده ايوة كده عايزك تشغل دماغك معي وعايزك تنتبه كويس قال لي طب ما الفئي السببية ولا من جخول بقى يستاذ قال لي شوف لما اقول لك ابتسم فتبتسم لك الحياة يبقى امتى هتبتسم لك الحياة لما تبتسم يا اخي تفاقل يا اخي فكها ربنا يفكها عليك ان شاء الله ابتسم ده طلب ام فتبتسم نعم يبقى فئي السببية وبالتالي يبقى تبتسم فعله مضارع منصوب بفئي السببية وعلامة النص بالفتحة طب شوف بقى لو قرنت لك انا دلوقتي ابتسم تبتسم لك الحياة اه ده مجزوب في جواب الطلب ابتسم فتبتسمه يبقى ده منصوب بفئي السببية لان فئي السببية لابد ان تكون مسبوقة بطلبية اي فئة السببية دي هو متى ستبتسم لك الحياة الا ما تبتسم وبالتالي فئة السببية تفيد ان ما قبلها سبب لما بعدها ولا بد ان تكون مسبوقة بطلب الامر او ناهي او استفهام او ترجن او تمنن او بنفس فلما اجا اقول بقى ابتسم فتبتسم لك الحياة بقى فعله مضارع منصوب بفئي السببية وعلامة النص بالفتحة لا تهمل دروسك فتتفوق يبقى الفاء برضو هنا فائل ايه السببية الجملة قدامك اقرأ وسجل وافهم فتتفوق الفاء فائل السببية وتتفوق فعله مضارع منصوب بفائل السببية وعلامة النص بي او استاذة ويا استاذ يا كل اللي قاعد قدامي بيشاهدني علامة النص بالفتحة لكن بيقول لي حل تؤدي ما عليك فتستريح نفسك اه حل اه طلب استفهام فتستريح وبالتالي بتستريح هنا فائل ايه السببية انا بنوح في الطلب مرة امر مرة نحن مرة استفهام يبقى تستريح فعله مضارع ايوه سبق بماذا بفائل السببية طب هي ليه فائل السببية لانها مسبوقة باستفهام طلب طب الفعل صحيح الاخر ولا معتل الاخر صحيح الاخر تستريح يبقى علامة النص بايه اللي الفتحة الظاهرة اللي طيب لو قلت لعل عليا يطيع والدي فيدخل الجنة او ليتا عليا بس يعني انا مش عايز ليتا لان ليتا تفيد التمني والتمني الرغبة في حدوث شيء يستحيل حدوثه اما لعل الرغبة في حدوث شيء يمكن حدوثه لكن على كل حال ان التلق والتمني من الطلب فليت او لعل طلب وبالتالي لعل عليا يطيع والديه عليكم بالوالدين قبلوا الاقدام قبل ان تقبلوا الايدي والرؤوس لا سعادة لكم الا بطاعة الوالدين ليرضي كل منكم ابويه فتنالوا الخير الكثير شفت فتنالوا دي فئة السبابية فعله من ضرع منصوب وعلامة النص بحس في النوم فلما اجي اقول لن حضرتك لعل علي ان يطيع والديه فيدخل اذا طلب يبقى الفئة في السبابية ويدخل فعله من ضرع منصوب بفئة السبابية وعلامة النص بالفتحة الظاهرة لكن لو قلنا لام الجحود تقول لي يا استاذ لام الجحود قال لي لام الجحود دي قال لي لابد ان تكون مزوقة بكون المنفي طب يا استاذ ايه الكون المنفي قال لي الكون المنفي اداة نافية زيت كان طب حد من اخوات كان لا والله كان بس ما كان ما كنا لم اكن لم يكن فلما تيجي حضرتك تقول لي لم يكن المصري ليقصر في عمله اه يبقى يقصر هنا فعله مضارع منصوب بلام الجحود لانه مزوقة بكون المنفي اللي هو لم يكن قال لي طب ما تيجي تقول لي ما كان المؤمن ليكذبا اه كون المنفي ويجد في عمله مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة النصب الفتحة الظاهرة ما كنت لأعصي الوالدين ما كنت كون منفي وأعصي فعله مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة النصب الفتحة الظاهرة خلاصة القول لم الجهود لابد أن تكون مضبوقة بكون من فيه أما فائز سببية لابد أن تكون مضبوقة مطلب ومن الممكن أن تكون مضبوقة باستفعام كقولنا ما قصرت فأندم وبأن فعله مضارع منصوب بفائز سببية وعلامة النصب الفتح تدريب بسيط لو قلت ما كان المصريون ليهملوا وطنهم مصر فعله مضارع المنصوب هنا مين يهملوا منصوب بلام الجهود علامة النصب حس في النون ليهملوا وطنهم مين وطنهم ده مصر إعراض مصر هنا ايه بدل مطابق منصوب علامة النصب الفتحة فنحن نقرأ في الكتاب القرآن الكريم نقرأ في الكتاب مين القرآن يبقى بدل برضه بدل من مين من الكتاب يبقى القرآن بدل مجروره علامة الجر الكسر ونرى في الطورات والإنجيل مكانة مصر فحافظوا عليها ليسعد كل منكم يسعد يبقى هنا لم التعليل فعله مضارع منصوب بلا من التعليل فترتقي منزلتها ترتقي الفاق هنا بقى مش فاق السببية الفاق هنا حرف عطف لأنها مش مسبوقة الطلب وترتقي فعله مضارع منصوب بفاق السببية وأعلامة النصب الفتحة الظاهرة فالتفعلون ذلك فتشعروا بسعادة تشعروا فعله مضارع منصوب بفاق السببية وعلامة النصب حسف النون لأنها مسبوقة بالطلب الاستفعام بسعادة غامرة شدتها ويبقى شدتها هنا فاعل لإسم الفاعل غامرة أيها الأبناء والأعزاء أطيب المنى لكم بالنجاح والتفوق أترككم في رعاية الله وحفظه فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته